لكن البداية دايما وأبدا مقالي ومقاله نبيلة هي سيرة عمر معرفش إيه الصدف العجيبة الغريبة الطيبة اللي لها دلالات مش يعني هو دي الأقدار عموما النهاردة أول ما طلع القرار قرار لجنة الأخلاق بالاتحاد الدولي لكرة القدم بإيقاف السيد أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي خمس سنين خمس سنين الفيفا لجنة الأخلاق فيه بتقول لأحمد أحمد الرئيس المنتخب للكاف ما نشوفكش في ملاعب الكرة وإدارة الكرة إداريا رياضيا في أي حاجة لمدة خمس سنين طبعا هتبع عليه صعوبة بعد كده للعودة لكن مبدئيا العقوبة لمدة خمس سنين أول ما صدر القرار ده بسبب إيه؟ أسباب تتعلق بالزمة المالية وفساد مالي وتصرفات كثيرة أساء فيها إلى منصبه زي ما حيثيات القرار صدرت من لجنة الفيفا أول ما صدر القرار أول ما عرفته كلمت المهندس مصافة فاهمي والمهندس مصافة فاهمي واحد من رموز الإدارة الرياضية في تاريخ مصر مش بس لأنه كادر أهلاو كبير شخصية أهلاوية عريقة زات جزور أهلاوية عميقة لكن كمان إحنا عندنا حد وصل لمستوى أدار مسابقات الاتحاد الدولي مصافة فاهمي سكرتير الاتحاد الأفريقي لسنوات طويلة وصل بعدها إلى أنه يبقى رئيس إدارة أو رئيس قطاع المسابقات في الاتحاد الدولي بصوا لما يبقى عندنا عقلية ومنظمة بهذه القيمة تدير مسابقات العالم كله نجل الراحل الجميل الأهلاوي الإنسان المخلص النقي المتدفق حماسة عمرو مصافة فاهمي عليها رحمة الله عمرو هو اللي كان كشف عن فساد أحمد أحمد ولما عين سكرتير للاتحاد الأفريقي امتداد لوالده والجده أي شاب غيره اتحط في مكان زي كده شاف فساده وشاف وقاع مزرية جدا كان ممكن يطنش يتعايش معها يعيش يمشي أيامه لكن الحقيقة عمر بنقاءه وقيمته وأخلاقه وتربيته رفض انه هو يشوف الوقاع الفاسدة قدامه يسكت فبدأت الحرب بينه وبين أحمد أحمد وبعض قيادات الاتحاد الأفريقي وصل انه هو رفع دعاوة دولية وودى المذاكرات والوقاع والمسندات للاتحاد الدولي وحاربه عمر اتحارب كتير عمر لكن الأقدار سبحان الله أرادت وهو بيخوت حرب ضد الفساد يبتلب مرض السرطان فيحارب في جبهتين أشرس من بعض لكن محدش رحمه محدش رحمه وشوفنا حجم التحامل والإساءة والتجريح في حق شاب مصري محترم حاب يمارس دوره في مكانه انه ما يقبلش أوضاع خطأ أو فيه وقاع هو ما تجنش على حد وما ظلمش حد وما تقولش على حد هو قدم مستندات من باب الأمانة ومن باب النزاهة طبعا انتصر عمر في معركته ضد الفساد وخسر معركته ضد المرض وتوفاه الله ليه ما أقولكم نبيلة تنهي سيرة عمر عمر ترك للمهندس مصطفى فاهمي وولدته الكريمة والأسرته نبت طيب من عنده والزوجته بنته نبيلة وبتصد بالمهندس مصطفى فاهمي النهاردة علشان باركله على القرار اللي فيه فانتصر بيه العمر والأخلاق عمر والمبادئ عمر والنزاهة عمر فأفاجأ ان المهندس مصطفى فاهمي بإيمانه الحياة اللي يدرس بيقول لي تعرف ان النهاردة النهاردة تحديدا عيد ميلاد نبيلة بنته بصوا القدر عيد ميلاد نبيلة بنت عمر النهاردة فيطلع القرار المنصف لولدها في تربته النهاردة المعركة اللي خدها ضد الفساد واللي حارب فيها واللي تحارب بسببها كتير جدا واللي تحمل فيها كتير جدا ينتصر فيها يوم عيد ميلاد بنته صدفة نبيلة جدا لكن هي دي سيرة عمر الراجل رحل شاب قدم كل اللي عنده تحمل كل قسوة الحياة بكل ضغوطاتها وبكل صعوبة المرض وكل حتى الضغوطات اللي كانت عليه في الاعلام المصري انه حتى ما اعتقدش الاعلام المصري انصف عمر لكن ده يعلمنا حاجة او عمر يترك لنا مش بس قيمة واثر وسيرة نبيلة لأ يدينا درس كمان الحياة صغيرة جدا ولم يبقى فيه حد نزيه وأمين وشريف ونظيف بيحارف فساد فالتقوا الخير هنقولوا تصمت يعني يتسندوا وتساعدوا يا ما ينفعش طواف ضده بالذات لأن الناس كانت موت خيلة انه عمر متجني ومتجني ليه عمر عنده مشكلة مع احمد احمد على ايه ما وفي النهاية الراجل ود اوراقه للجهات التحقيق الدولية وبعد يشوفه قد ايه تصدر احكام الايدانة في حق احمد احمد وعمر عليه رحمة الله في العالم الاخر الف رحمة ونور على عمر مصافة فاهمي كل التحية والتقدير للمهندس مصافة فاهمي اللي عارف فعلا يا ربي وربنا يدي طولة العمر لنبيلة لان فعلا جاءت نبت طيب بعد سيرة نبيلة لعمر مصافة فاهمي وبالنسبة لأحمد احمد لعله درس لكل من يجلس مكانه على مقاعد الكاف او مقاعد الرياضة كلها العالم كله بيتاجه نحو الكثير من ببط كل الوقاع في كل مكان فانا تمنى بإذن الله تعالى للجميع ان يستمتع بكرة القدم والعمر مصافة فاهمي الرحمة وللمهندس مصافة فاهمي له ان يفخر بهذه القيمة اللي كلنا بنترحم عليها ده كان ابرز ما في مقالي ومقاله